حلوة والمرة معك في حب أحلى من كده في إخلاص أكتر من كده عشان كده بقول اللي لعبتنا في كل الألعاب خليكم دايماً اسعادوا جماهيركم لأنه لو سعدت الجمهور انت هتبقوا سعادة أكتر وأكتر وأكتر تعالوا بقى عشان احنا في حلقة خاصة معناش نجوم معنا في الستوديو أنا زي ما اتكلمت معاك وقلتلك الجمهور احنا بناخد رأي الجمهور بنتكلم معا بناخد كده عينات كده عشوائية وبنقول للناس تعالوا عشان تقولونا رأيكم ايه في عشاق طبعا عشاق النادي الأهلي وأي جماهير تاني احنا بنرحب بكل جماهير مصر كلها تعالوا قولونا ايه رأيكم ببرنامج المجري عاوزين تقولو ايه على البرنامج المجري برنامج المجري بش أنا لا البرنامج نفسه وقلونا ايه اللي مفروض يتغير في البرنامج وازاي نطور فيه وازاي 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 وأنا بقولوكم كلنا بنتعلم ولازم نتعلم ولازم نغير من سلوكياتنا ولازم نغير من كل شيء وحش ننساه نفتكر اللي جاي لازم يبقى كويس تعالوا شوف الجمهور أليه على المجري شوفي أنا بتفرج عليه بقى ليه زمان بس هما في حاجتين مهمين جدا بيعملهم وانا مبسوط بيهم قوي يعني نمرة واحد نوعا بيجيب رموز النادي الأهلي اللي الواحد عشائهم من زمان قوي ويعودوا يتكلموا عن تاريخ النادي الأهلي وعن تاريخهم ودي حاجات حلوة جدا مفروض الأطفال كمان يتفرجوا عليها عشان يعرفوا تاريخ النادي الأهلي الجميل دي نمرة واحد نمرة اتنين ما بيختصرش على أساطير النادي الأهلي بس بيجيب كمان أساطير الأندية التانية ودي حاجة كويسة جدا النادي الأهلي مش بس بيجيب أساطيره بيجيب أساطير كل الأندية ودي اللي مش موجودة في كل البرامج التلفزيونية التانية غير في النادي الأهلي بس انهو بيسمع لغير الأهلوية انهم يجوا ويحكوا عن ناديهم وعن تاريخهم ودي حاجتين حلوين جدا انهو بتحصل في البرنامج ده وأنا أبسوط بيه جداً بصراحة إن بيعرف الأجيال الجديدة بالأجيال القديمة اللعيبة القدامة اللي اعتزلت يعني وكده النجومنا يعني أكتر حاجة عجبانة طبعاً كابتن مصطفى نفسه وأسلوبه طبعاً في البرنامج وبعدين بيعرف يعني الأجيال الصغيرة إيه هم الكاباتين الكبار بتوعناه دي تاريخهم إيه إنجازاتهم إيه وده حاجة مهمة جداً طبعاً برنامج المجاني بتفرج عليه بقالي فترة كبيرة وبيعجبني فيه إن هو اللي بيقدمه كابتن مصطفى عبدو وهو أنا عارفه لعب كبير وكان لعب كبير وأسطورة من أساطير النادي الأهلي وكمان بيجيب لنا رموز كبيرة من رموز النادي فبرنامج فعلاً قايم جداً وأنا بحب أتفرج عليه كثير يعني كابتن مصطفى عبدو بتاع المجري برنامج جميل جداً وحنا نستنى كل سبت وبيفكرنا بتاريخ النادي الأهلي وبطرات النادي الأهلي ويام شبابنا وبيجيب لنا الناس الحلوة اللي كانوا بيمتعونا وبنستمتع معاهم وياريت تبقى كل البرامج بنفس الفكرة ونفس الصورة كده حاجة جميلة وحاجة شريقة جداً يعني اللي هو بيعرف الأجيال الجديدة بالأجيال القديمة وبطراتهم وبطرات النادي الأهلي والنادي الأهلي طبعاً إيه مدرسة ونادي القرن طبعاً أنا بشكر كل الجمهور دي وبيدوني أكتر من حقي لغم أنا عاوز أعمل أي حاجة تسعيدهم وأنا بقول من بداية السنة الجديدة إن شاء الله من بداية السنة الجديدة أنا بجيب كل الألعاب هتلاقوا ألعاب من الطائرة والسلة والسكواش والسباحة كل الألعاب لكل النجوم السوبر ستارز اللي هم شرفوا الرياضة المصرية وشرفوا النادي الأهلي إيه إحنا مش متوقفين بس عند كده لأ إحنا هنجيب وزراء سابقين وزراء حاليين هنتكلم في كل حاجة الفترة اللي جاية دي هتبقى فترة مهمة جداً إزاي حيبقى البرنامج كمان فيه جزء مخصص إزاي نبني الإنسان من جديد وده اللي كان بنادي بيه سيادة الرئيس إزاي نبني إنسان جديد يتعايش في الجو الجديد بتاع مصر الجديدة فربنا وفقنا إن شاء الله وأنا بشكر كل الناس اللي كلمت على البرنامج كويس وأتمنى إن شاء الرحمن يكون عند حزن صدرهم وفي نفس الوقت يعني حتشوفوا حاجات جديدة إن شاء الرحمن يعني ترجمة نانسي قنقر